أنا اسمي محمد بن موسى وأنا عضو في مكتب الإعلام للبهائيين في تونس أنا أستاذ جامعي وتونسي أبا عن جد ووليا الشرف والإفتخار ومحب للإنسانية ككل محب كل إنسان البهائيين هم مواطنين السعر هذا نحن نفتخر بالنقطة هذه مواطنين أبا عن جد يعني توانسا والبهائية موجودة في تونس من عام 1921 فتقريبا في مئة سنة مئة سنة تواجد للبهائية وللبهائيين في تونس وهم بالطبع يعني فيهم أفراد فيهم عائلات فيهم حتى خامس جيل من التوانسا البهائيين هم ناس يعني ككل الناس محبين البلدهم محبين الإنسانية خادمين الشعبهم يعني حضرت الله يتفضل يقول الإنسان اليوم هو الذي يقوم على خدمة من على الأرض كلها فإحنا يشرفنا وأن نكونوا متفانين في خدمة الإنسانية فأين محل البهائي كان في تونس كان في موريتانيا كان في أمريكا كان في أستراليا هو بالأكيد خدوم للإنسانية وخدوم للبلد اللي هو مقيم فيها بعد الثورة يعني كان لنا الشرف أنه دعينا كبهائيين أنه يكونوا جزء لي يتجزأ من كتابة الدستور وشاركنا في اللجان المتخصصة بالكتابة وباللغصة اللي اتعنا بالمواطنة بحقوق الإنسان بالمساواة إلى خيره وأدلنا بدلنا وعطينا أراءنا وعطينا مقترحات وأفكار يعني الأهم شيء بالنسبة لنحن ما هي قضية بين ظفرين طائفية أو منفع ذاتية أو شخصية بل هي الصالح العام فأينما وجد الصالح العام هذا بغض النظر على الاختلاف والتنوع فأحنا يفيدنا لأنه في ذات العقيدة البهائية مبدأ الوحدة في التنوع يعني احنا دعينا باش نكون شركة في الحوار حول الحريات الفردية ودعينا في العديد من اللقاء حتى أنه كنا سفراء للحريات كان عنا فيديو كبهائيين كسفراء للمساواة وللحريات وهذا شرف لنا بالطبع فالعملية هذه بالطبع هي مشورة هي حوارات دعينا على أنه ما هو رأيكم هل عندكم احتياجات هل عندكم أشياء تحبوها بعينها بذاتها بالطبع احنا دائما نسبق الصالح العام على المصلحة مصلحة فئة معينة يعني فكانت يعني احنا نعتقد أنه إن ظلم أي تونسي فهو ظلم للتونس الكل بل قل فلنقول هو ظلم للإنسانية ككل فأي فئة إن كانت سودة إن كانت بهائية يهودية لا دينية شيعية أي إن كان أي إن كان يعني دينية وغير دينية أيضا فمبدأ احترام حقوق الإنسان هو أساسي فما نعتبر هاي شي قضية قضية مصلحة أو كأنها هي كعكة وإحنا نحب ناخد جزء من الكعكة بل هي بناء وعي بناء حس جماعي لتونس أفضل لغد أفضل إن شاء الله يعني عنا إحنا نشارك في فضاءات يعني يفتحها المجتمع المدني يدعونا لها المجتمع المدني اللي هي معنية بالمساواة بين المرأة والرجل معنية بالتربية معنية بحقوق الإنسان معنية بالمواطنة وأيضا نحن فعالين يعني مبادرين ففتحنا العديد من الفضاءات اللي نستدعي فيها يعني ناس متنوعة المشارب يعني من مسلمين مشائخ من قساوسة من برلمانيين يكونوا شركاء يقدموا أفكار من جامعيين يقدموا أفكار حول المواطنة يقدموا أفكار حول أهمية التعايش لأنه بصراحة يعني في الوقت الحالي من أكبر المشاكل والتحديات في تونس وخليني نقول في العالم العربي هي قضية التعايش كيف نتعلم أنه نتعايش مع بعضنا البعض من غير ما يكونوا في مواطنين يعني بدرجة أولى بتراتبية تصنف بل الكل يكون مواطن يعني شريك فعال خدوم البلد يعني وعنده مقترحات بناءة فكان لنا الشرف أنه شاركنا وبدرنا بلقاءات مثل هذه ففي المغرب أنا كان لي الشرف أني حضرت للقاء يعني شاركوا فيه الباقيين واللقاء هذا كان رائع شدا قدموا البهائية وقدموا البهائيين وقدموا نشاطهم وقدموا شو يقدموا بما يساهمون في بناء مجتمعهم فهذا حاصل وموجود وأكيد أنتم مش تكونوا على تواصل معها إن شاء الله فكرتنا أن الأرض هي للجميع فالأرض هي للجميع فأيضا يتفضل حضرت الله يقول تعاشروا مع الأديان كل الأديان بالروح والريحان فهالمعاشرة هذه تقتضي أنه إن بنيت معابد إن شهدت معابد في العالم في الهند في أمريكا في ألمانيا في إفريقيا في كامبلا فهي للجميع الكل اللي يقرأ قرآنه اللي يقرأ توراته اللي يقرأ أنجيله اللي يقرأ أي كتاب اللي فقط يحضر للخشوع والتأمل فهي مكان للجميع يعني بالطبع يعني إحنا يعني إحنا ما هو منا جامعة منغلقة يعني الجامعة البهائية بتكون من مشارب عدة يعني فيها لأصله مسيحي وفيها لأصله مسلم وفيها لأصله لا ديني وفيها لأصله يهودي وفيها لأصله هندوسي وبوذي يعني حتى وإن كنا في تونس صحيح ما عنا هندوسي وبوذي لكن حقيقة التعدد هذا المشارب الدينية موجود في تونس فكان لنا كانت عنا مناسبة مؤخرا مناسبة عظيمة جدا يعني هي ذكرى ميلاد حضرة بها الله اللي هي عام 2017 تم الاحتفالية كبيرة على مستوى عالمي وكان لنا شرف كجامعة تونسية أنه عملنا الاحتفالية هذه في مكان عام في مكان يعني دعينا فيه شخصيات جامعية سياسية سفراء وزراء برلمانيين وشرفونا بالحضور في نفس الوقت كان عنا يعني بمناسبة الاحتفالية العظيمة الكبيرة هذه كان عنا مؤتمر صحفي دعينا فيه كل الصحفيين التونسة حضروا العديد منهم وسألوا أسألتهم وعرفناهم في البعض اللي يعرفنا بالطبع من زمان في البعض اللي ما كانش يعرفنا فتم التعريف بالجامعة البهائية بالدين البهائي والعديد من المقالات كتبت والعديد من الومضات يعني اللي توجدت في القنوات التلفازية والإذاعية بمناسبة الاحتفالية هذه أيضا بمناسبة الاحتفالية العظيمة هذه العزيزة على قلوبنا كان عنا لقاء دعينا فيه يعني أمازيق دعينا فيه يهود دعينا فيه جامعيين وقدموا مداخلات حول أهمية التعايش يكون عنا احتفال أيضا كبير بذكرى ميلاد حضرة الباب اللي هو المبشر برسالة حضرة الله الله فكل العالم البهائي في العالم سيحتفل وإحنا كتوانسة بشيكون لنا شرف إنه نحتفل وإحتفال هذا بشيخه صبغة جدا جميلة لأنه بش نربط يعني شخصية عظيمة جدا في تاريخ الدين البهائي وعظيمة جدا في تاريخ الإنسانية هي امرأة آمنت بهالرسالة العظيمة الجليلة الجميلة وآمنت إنه الإنسانية دخلت فيه طور جديد اللي يقتضي المساواة بين المرأة والرجل التاري هي عالمة فقيها في الدين شاعرة من عباقيرة الزمان يعني ولدت في القرن التاسع عشر وكان عندها يعني أشعار وفهمت إنه مجيئة الرسالة العظيمة رسالة حضرة الله الله أحدثت تغيير هائل يعني إنه خارطة الكون خارطة العالم الذهنية خارطة العالم الفكرية الاقتصادية السياسية والاجتماعية الثقافية ارتبكت يقول حضرة الله في آية قد اضطرب النظم من هذا النظم الأعظم واختلف الترتيب من هذا البديع الذي ما رأت عينه الإبداعي شبهها فهي انتبهت إنه مش ممكن وضعية المرأة يعني صحيح الأديان الأخرى اللي هي نعتقد فيها احنا تقدمت بالمرأة وبالمجتمع فما عاد نحكي على وقت وما عاد نحكي على اضطهاد لكن تطلعات المرأة وتطلعات المجتمع هي أكبر فالمجتمع لازم ننظر له على إنه كتير اللي عنده جناحين جناح المرأة وجناح الرجل مش ممكن يتقدم الطير إلا وإلا المجتمع إلا ما تصير هالمساواة الفعلية في الحقوق والواجبات فإيمانها بهاليوم الجديد بهالروح الجديدة هالروحانيات الجديدة خليها تخرج أمام الملأ تصور في إيران عندها الزمن هذاكا يعني إيران التعصب إيران الاذتهاد للمرأة فخرجت سافرة عن واشها وقابلت الرجال وتحدثت معهم فكانت صدمة كبيرة لأصحابها فما بالك يعني للمجتمع الإيراني عندها لكن هي تقول في كلمة جميلة جدا 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 تقول فيما معناها يمكنكم قتلي ممكن تقتلون يعني ممكن تعملوا فيما شئتم وبالفعل هي قتلت لكن مش ممكن أنكم توقفوا حركة التحرر المرأة وانعتاقها فإحنا شفنا بمناسبة الاحتفالية هذه بميلاد حضرة الباب ربط تحرر المرأة التونسية اللي هو انطلق يعني باكرا بروحة طاهرة هذه المرأة اللي أطلقتها الشرارة هذه في المجتمع الإسلامي كيف أنه تحرير المرأة كان عنده رصيد روحاني نحن نعتقد آت من رسالة حضرة الباب ومن رسالة حضرة بها الله عارف البهايين حضورهم يعني ما هو رسمي لحد الآن نتطلع أنه يكون فيه اعتراف رسمي إلى آخره بالبهايين يعني بالطبع أحنا نعتقد في دولة القانون والمؤسسات فاعتقادنا في دولة القانون والمؤسسات هدايا بالطبع يعني أنه نساعد بلدنا ونساعد مؤسساتنا ونساعد قضانا ونساعد حكومتنا ودولتنا على أن تصل إلى هذا المستوى بالطبع احنا لم نصل إليه بل نسعى إليه ففي تونس احنا كبهايين يعني في إطار الحقوق والمؤسسات طلبنا أنه يكون ثمة اعتراف رسمي بالجامعة البهائية في تونس هم في وضعية جديدة في سؤال جديد يعني هم صادقوا على مبادئ الحقوق والحريات دستور جميل رائع كتب معاهدات دولية فاليوم زمن التفعيل يعني ممكن حتى اللي صادق واللي تعهد ما يتصور أنه في تونسة بشي جي يوم تطلب أنها أوكي أنتم تعهدتوا بهذا صادقتوا على هذا فجاء يوم التفعيل فأحنا نتطلع ونتمنى أنه دولة القانون حقيقة تفعل مش فقط للباقيين بل لكل تونسة شنوى انتماؤه يحظى بمواطنته والمواطنة هذه تقتضي الاعتراف بالأفراد وتقتضي الاعتراف بالتنظيم لأنه أنسانية الإنسان يقتضي أنه يشارك تفكيره ماركسي ديني لا ديني فأنسانية الإنسان أيضا تقتضي التنظم فهي قضية وقت يعني أحنا على ثقة أن العملية آتية لمحالة سيصير الاعتراف بالباقي وبالباقيين كجزء كمكون من المجتمع أنا نتمنى أمنيت لكل العالم أنه يحل السلام أنه تحل الوحدة بين الناس أنه الناس تقبل التنوع لأنه أبنائنا اليوم هم سفراءنا في كل بلدان العالم اللي يدرس في أمريكا وليدرس في قطر وليدرس في أستراليا وليدرس ما بعرف وين وليشتغل في البلدان الأخرى إلى آخره فاليوم العالم أصبح متحد فتحقيق السلام وتحقيق الوحدة وتحقيق التعايش هذا أمنيتنا وأكيد مش أمني فقط بل نحن بنات لهذا السلام بل نحن بنات لهذا التعايش لأنه لا مناص لسلام المجتمع بدون بناء التعايش وبناء الوحدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر